موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوركس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوركس الحلقة التاسعة والستون من برنامج تعليم الفوركس عقود الخيارات والخيارات الثنائية العنوين واحد المقدمة اثنان عقود الخيارات ثلاثة أنواع عقود الخيارات أربعة عقود الخيارات الثنائية خمسة أبرز نقاط الخلاف بما بين النوعين من العقود ستة حساب الأرباح والخسائر لعقود الخيارات سبعة حساب الأرباح والخسائر لعقود الخيارات الثنائية المقدمة أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة التاسعة والستين من برنامج تعليم الفوركس حيث سوف نتناول خلالها موضوع عقود الخيارات وكذلك عقود الخيارات الثنائية وتفاصيلها المذكورة أعلاه كما سوف نقدم لكم بعض المعلومات المفيدة الأخرى على صلة بموضوع حلقتنا قيد المناقشة عقود الخيارات الخيارات عبارة عن العقود المتعارف عليها والمعتمدة لدى المتاجر والشاركة التي تقدم خدمات التداول حيث يتسنى للمتاجر أن يقوم بشراء الرموز أو السلع المعروضة من قبل الشركة بمحض إرادته الحرة وذلك من أجل تداول تلك الرموز أو السلع بأسعار محددة سلفا خلال فترة محددة من الزمن تجدر الإشارة إلى أن المتداولة لن يكون ملتزما بأسعار محددة بغية الشراء أو البيع في غضون تلك الفترة التي تمتد إلى حين تاريخ انتهاء صلاحية العقد وبالتالي فلا يتمتع هذا العقد بأرباح محسومة إذا وصلت أسعار الرموز أو السلع المتداولة إلى مستويات مرجوة قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد وكان اتجاه الأسواق متواصلا بمسيرته المتقدمة فسوف تصبح الأرباح المحققة مضاعفة هذه النوعية من العقود معروفة بميزاتها الرائعة وكذلك شروطها الصارمة أنواع عقود الخيارات عقود الخيارات تأتي على نوعيتين ألا وهما عبارة عن خياري عندما يتوقع المتاجر بأن الأسعار سوف تكون آخذة في التصاعد خلال الفترة التي تسبق الموعد المحدد لانتهاء صلاحية العقد المبرم مع الشركة المعنية بالأمر فيميل إلى شراء وفي المقابل إذا كان المتاجر يتوقع بأن الأسعار سوف تكون آخذة في التراجع خلال تلك الفترة فيختار العمل على شراء في إطار تعاملاته المالية مع الشركة إذا تمكنت أسعار الأصول المتداولة من تخطي السعر المستهدف أو سعر التنفيذ أي سعر الممارسة المندرجة ضمن العقد وذلك عند تاريخ انتهاء صلاحية العقد فإن هذا الأمر يدل على تحقيق الأرباح وإلا فسوف يخسر المتداول قيمة العربون المقدم أو المبلغ المودع من قبله إن أردنا القيامة بالمقارنة فيما بين أسلبي الشراء المذكورين أعلى ضمن عقود الخيارات في إطار الفوريكس فينبغي القول بأن أسلوب توجد هناك أربعة أنواع من المنخرطين في أعمال عقود الخيارات وذلك حسب ظروف السوق المتقلبة الذين يشترون أولئك المتاجرين الذين ينخرطون في أعمال شراء خيار تتم تسميتهم في الأسواق بحامل السند أو مالك الحصة وأما الذين يتجهون نحو بيع خيار يتم التعرف عليهم تحت عنوان بائع عقد خيار إن المتداول الناشط في مجال شراء خيار call put ليس ملزما بشرائهما بينما الناشط في مجال بيع خيار call put فينبغي عليه أن يقوم بالبيع وأن يكون وفيا لموعد الشراء أو البيع إن مزودي الخيارات وكذلك الخيارات الثنائية لا يقدمون ميزة الرافع المالية وذلك بخلاف ما هو معمول به عند القيام بالتداول لدى وسطاء الفوريكس مما يقلص من درجة المخاطرة التي تستهدف رؤوس أموال المتداولين حيث أن التداول عبر الخيارات أكثر آمانا بالمقارنة مع التداول لدى الوسطاء في أسواق الفوريكس عقود الخيارات الثنائية الخيارات الثنائية عبارة عن نوع من أنواع عقود الخيارات حيث تتضمن نفس التعريف مثل العربون المقدم السعر المستهدف وكذلك تاريخ انتهاء صلاحية العقد إن الخلاف فيما بين الاثنين يكمن في وجود ميزتين لدى الخيارات الثنائية ألا وهما تحديد قيمة العربون المقدم بواسطة المتداول وكذلك إمكانية اختيار الفترات الأقصر لتاريخ انتهاء صلاحية العقد لقد عرضنا عليكم ضمن موقعنا الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية الإنترنت أسماء العديد من مقدمي الخيارات الثنائية ضمن القسم المخصص لها هذا القسم يقدم لكم معلومات وافرة عن الأنظمة الخاصة بكل مزود لهذه الخيارات فضلا عن طريقة التسديد ونشر المعلومات بلغات عدة وكذلك ميزات هؤلاء المزودين من أجل راحتكم أبرز نقاط الخلاف فيما بين النوعين من العقود أهم أوجه الاختلاف الرئيسية الموجودة فيما بين عقود الخيارات وعقود الخيارات الثنائية عبارة عن النقاط التالية أولا تاريخ انتهاء صلاحية العقد الخيارات الثنائية يمكن أن تقدم آجالا قصيرة لا تتجاوز ساعة واحدة حيث يتسنى للمتداول أن يحقق أرباحا فورية في إطار أكبر عدد ممكن من الفترات الزمنية المتاحة وكذلك اختيارات الاستثمار الأكثر مرونة إن الأطر الزمنية المتاحة لإنهاء عقود الخيارات يمكن أن تكون أسبوعية شهرية أو حتى تمتد لفترات أطول بينما الخيارات الثنائية تجعل هذه الأطر تتراوح بين أقل من دقيقة وبضعة أيام على سبيل المثال فإن موقع 24Option الإلكتروني وهو أحد أشهر مزودي الخيارات الثنائية يقدم عقودا في هذا المضمار بحيث لا تتجاوز فترة صلاحية العقد فيها الدقيقة الواحدة إن الخيارات الثنائية مفيدة وملائمة مما يجعلها مفضلة لدى أولئك المتاجرين الذين يبحثون عن سبل التداول السريعة ثانيا طريقة التسديد يقوم مزودوء الخيارات الثنائية بدفع نسبة مئوية من العربون المقدم بواسطة المتداول وذلك إذا تحققت كافة الشروط العقدية كما ينبغي أن ترتفع أسعار الأصول المتداولة أو تجتاز السعر المستهدف عند انتهاء صلاحية العقد هذا الأمر يشير إلى أن مكاسب المتداول في نهاية المطاف سوف تكون ثابتة حتى إذا تمكنت أسعار الأصول المتداولة من اجتياز السعر المستهدف بشكل لافت للانتباه ثالثا إنهاء العقد فيما يتعلق بإنهاء العقد وبخلاف ما هو معمول به عند العمل وفقا لعقود الخيارات على المتداولين أن يبقوا أو فياء حتى يحين موعد العقد لدى الخيارات الثنائية وبالتالي فينبغي القول بأن التوجه نحو الخيارات الثنائية يتطلب دراسة معمقة ومتأمية يسمح بعض مزودي الخيارات الثنائية بتمديد تاريخ انتهاء الصلاحية من قبل المتاجرين أسوة بعقود الخيارات كما أن بعض هؤلاء المزودين يمنحون المتداولين إمكانية إغلاق الصفقات الناجحة قبل موعد نهاية العقد وذلك محاولة منهم لجعل الأرباح المحققة مضمونة دعونا الآن نشرح لكم كافية عمل الخيارات وكذلك الخيارات الثنائية مع ذكر بعض الأمثلة حساب الأرباح والخسائر لعقود الخيارات سعر أسهم شركة ما بتاريخ اليوم الواحد والعشرين من فبراير كان يعادل مائة وخمسة عشر دولارا أمريكيا كما كان العربون المقدم أو المبلغ المودع لليوم الحادي عشر من أبريل ثماني دولارات مع السعر المستهدف الذي كان يبلغ مائة وأربعة وعشرين دولارا هذا الأمر يدل على أن تاريخ انتهاء صلاحية العقد عبارة عن اليوم الحادي عشر من أبريل وأما سعر العقد الإجمالي فهو مائة دولار تجر الإشارة إلى أن هذا العقد مبرم بغية شراء مائة سهم السعر المستهدف البالغ مائة وأربعة وعشرين دولارا يبين أنه إذا كان سعر السهم أقل من مائة وأربعة وعشرين دولارا فسوف تصبح هذه المحاولة الرامية إلى العمل على خيار شراء قال عديمة الجدوى بعبارة أخرى بما أنكم دفعتم مبلغا قدره مائة دولار فقد خسرتم بالفعل نفس المبلغ أي مائة دولار وأما فإن سعر السهم سوف يبلغ مائة وثماني وعشرين دولارا فاصل أربعة وخمسين سنتا بتاريخ اليوم الثاني من أبريل حساب الأرباح يخضع للمعادلة التالية مائة وثماني وعشرين دولارا فاصل أربعة وخمسين سنتا ناقص مائة وأربعة وعشرين دولارا يساوي أربعة دولارات فاصل أربعة وخمسين سنتا أربعة دولارات فاصل أربعة وخمسين سنتا ضرب مائة يساوي أربعة وأربعة وخمسين دولارا أربعة وأربعة وخمسين دولارا ناقص مائتي دولار يساوي مائتين وأربعة وخمسين دولارا هذا الأمر يدل على أن قيمة الأرباح المحققة العائدة إلى الصفقة حتى اليوم الثاني من أبريل تعادل مائتين وأربعة وخمسين دولارا أما فيما يتعلق بأسهم الشركة فإنها تشهد تراجعا إلى 109 دولارات فاصل 99 سنة بتاريخ نهاية الدوام اليوم 11 من أبريل حيث يحين موعد انتهاء صلاحية العقد هذه التفاعلات في نهاية المطاف سوف تؤدي إلى خسارة الأرباح المحققة بتاريخ اليوم الثاني من أبريل مما يفقدك الوديعة المدفوعة مقابل هذه الصفقة أي 200 دولار حساب الأرباح والخسائر لعقود الخيارات الثنائية أسلوب حساب الأرباح العائدة إلى عقود الخيارات الثنائية مختلف تماما عن عقود الخيارات فعلى سبيل المثال تريد أن تفتح صفقة لتداول زوج الدولار الأمريكي الفرانك السويسري وسعر الصرف الراهن عبارة عن 0.9644 كما أن توقعاتك تشير إلى ارتفاع سعر الصرف حتى الأسبوع المقبل تعلم من خلال دراسة منصات مزودي الخيارات الثنائية بأن التسديد المترتب على العقد ليوم واحد من أجل خيار شراء كال لهذا الزوج عبارة عن 85% وذلك مع السعر المستهدف البالغ 0.9644 بداية عليك أن تقوم بتحديد كل ما هو مطلوب لديك بما يتعلق بالصفقة العائدة إلى الزوج المذكور أعلى مثل اختيار قيمة الوديعة أي 200 دولار فضلا عن تاريخ انتهاء صلاحية العقد وكذلك السعر المستهدف إذا ارتفع سعر الصرف متخطيا السعر المستهدف عند نهاية العقد أي بعد يوم واحد فإن هذا الأمر يشير إلى حصولك على المكاسب التي تبلغ 170 دولار إضافة إلى المبلغ المودع من قبلك أي 200 دولار وأما إذا أراد سعر الصرف أن يكون تحت السعر المستهدف فسوف لن تخسر إلا قيمة الوديعة أو العربون المقدم من قبلك إن قسم العمولة يعرض عليك قيمة الأرباح المترتبة على الصفقة في نهاية العقد الأرباح إذا أصبحت محظوظا لتتماشى اتجاهات السوق وتحركات الأسعار مع شروط العقد التي كنت تتوقعها فسوف تجني ثمار التعامل مع المزود فضلا عن إعادة الوديعة إلى حسابك الأضرار عندما تواجه مستوى الصفر في نهاية العقد فهذا الأمر يشير إلى أنك فقتل الصفقة وكذلك مبلغ الوديعة التي كان قد تم اقتطاعها من حسابك تعويضا عن الخسارة للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش ضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة